بسم الله الرحمن الرحيم بي 127 بيشتغل في الخلية معنا هنا و في البداية هنشوف بيشتغل في التعامل و بيشتغل الفلتج والقرنت كديركشن الوفرقرنت الفونكشن دي هو الريلي ده اسمه بيم مية سبعة وعشرين مايكم بيشتغل له كذا فونكشن اللي هي البروتكشن جروب وان دي عنده اثنين جروب و جروب تو بيشتغل سيكس سيبن هو ديركشن الوفرقرنت و بيشتغل و بيشتغل و بيشتغل و بيشتغل و بيشتغل و بيشتغل يعني فيه فونكشن كتير احنا مش هلشتغل غير الوفرقرنت و الارث فلت طيب في البداية بيديك يعني انت عايز تكتب اسم شركة هنا بس هو ما بيديكش فاسيليتي كتير انك تقدر تكتب اكتر من كاركتر هو عندك تعريبا اربعة بس انا كتب اسم الشركة اللي انا شغل فيها ISYS فريكوانسي عندك خيارين اتنين بعد كده فيه general option الجزئية ديت ما فيهاش غير انك انت عايز تعرض على شاشة حاجة معي انا الروت من سكوير ما فيهاش كتير انا مش هلنلعب فيها ترانسفورمر ريشو هنا بقى بتدخل السيتي ريشو والفيتي ريشو بتاعتك السيتي ريشو اللي عندي تنمية على واحد بقى بقترها من هنا تنمية على واحد طبعا هي لما بتغير اي حاجة في السيتيتنج ويبقى لونه احمر كده عشان يبقى يميز لك الحاجة اللي انت غيرتها عن الحاجة عشان تبعت لازم الاول تعمل من هنا وبعدين تقدر تبعت في الوقت ده عشان لو ما سيبتش في احتمالية انها ما تتبعتش تمنمية على واحد ده السكندري وعشان انا مش حطت السيتي على الجراوند كيبل فبكتب هنا واحد على واحد في يعني مفيش اه ترانسفورمر يعني الفي تي مئة تنو وتلاتين كيلو على اممية وعشرة بولت بعد كده هنا اخذ لابدو ممكن تبعتش برايماري بوينت وان كي بي على ميت فولت دول مفيش اصلا حاجة على الجراوند. ما نهمش لازم دوله. ده كده الفيديو رشبتها دي. بعد كده تخش على ليد اندكيشن. هنا بتقدر في الخلال عندك بارت وان بارت وطو بارت سري بارت فور. اي واحدة من دول بتخص الليد خمسة بس. يعني لو انت مشغل اي واحدة من دول الليد اللي هينور هو اليد خمسة بس. يعني لو فتحنا ليد خمسة بارت وان. هنلاقي فيه شوية مجموعة اقدر شغل لو انا نورت كده. وبعد لما يحصل الليد خمسة هتشغل. هتنور احضر. ممكن اخلي كزا تنور مع نفس الليد. بارت اتنين في نفس الحاجات مختلفة يعني انا عايز بقى الليد خمسة ينور مع حطه الليد خمسة ينور. او الليد خمسة ينور مع او او اتنين او تلاتة وهكذا. ودي ممكن تبقى يعني مفيدة في حالة اختبار البيانر امبوت. عايز اختبر البيانر امبوت بالاود. فركب بسطف و نيجاتف على الامبوت يوم الليد اندكيشن اللي هو رقم خمسة ينور. هنا الليد بارت سري. هنا بارت سري. بلاقي في باردو فانكشن كتير. هو مستخدم هنا. يعني طايم ترب للفازة ايه? الليد خمسة بارت فور ما بقيت الفانكشن اخيرهم هنا الاندار كرانت دي. بعد كده في ليد ستة نفس الشي. خليها يعمل ترب الفازة اي ترب على الفازة بي. اللي دي ستة ينور. اي ترب على الفازة سي. اللي دي سبعة ينور. تمانية ترب على ايرس فولت. هنا الانبوت. يعني لما اعمل حط بوستفو نيجاتيف. الامبوت يشتغل. رلي اوتبوت اا ار الوان اوتبوت رلي. ده الفيل سيف رلي ده. هو عامله حالة عكسية من الرليز الموجودة. هو في حوالي تمانية رليز. تست ريبورت موجودة فيه. 9 wasted. واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة ستة سبعة تمانية رليز غير الوت شرك. فى الرلي الاولاني فيهم اعمله. عامله سيتننج فيه. سيف سيarrل encirha هو عبارة انا رلي في حق. لو انا عملتها ياس. جزئ الkie دي لكر تمرع потр foot. الرلي تنزلها رواح جاي dura lim اللي هو a seul وابد français لاند اركز. فاانا ده halfway. ف galleries. ده عشان لو حصل فيل دايرة تريب سيركيت اللي هو موصل عليها اوتبوت كارن اوتبوت اوتبوت تريب هو يكون مهيه لانه عنده حالة عكسية يعني هو ممكن نوصله بالتوازي في حالة في التريب سيركيت لو انا مثلا حصل فيل دايرة التريب وليشتغل بس التريب سيركيت حصل فيها فيلد فده بيشتغل بحالة عكسية يعني هو جاي الكنتكت بتاعه يروح عكس وضعه يروح موصل دايرة تريب بطريقة مختلفة عن الدايرة العادية اللي هي النورمال العادية عامل مش محتاج الدايرة ديت في الاسكيم فبعملونه الارب ديت ده برافت بعد كده بروتيكشن جروب 1 هدخل على الوفر كرونت خليه هنا ديريكشنل انا عايزه ديريكشنل اوبر كرونت ده بوينت ناين اللي هو الكرونت بتاعه وبعدين للتورك انجل سبنتي وبعدين الترب ناينتي ديلي تايم اختاروا ستاندر الانبيرس تيميس بوينت سري فايف تايم ريسيت وده تانية والتلت طيب انا عندي هنا اللي المفروض حيفصل اه في انجل من سبعين لو انا يعني اه مش عارف عارف ارسمينا ولا اه لو ارت كده سبعين سبعين هل ليه هيشتغل من سبعين واضيف عليهم مية وتمانين يبقى يشتغل كان هشتغل متين وخمسين سبعين زائد مية وتمانين هشتغل متين وخمسين يعني هنا ده 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 الكاركتريستيك تار الوبركشنال اوبر كارنت هنبقى بيعنيني في الموضوع ده ان انا عرف البرامتر اللي تأثر معي انا عندي الانجل هي هي اللي هتده هعرف الترب زون بتاعتي هيعمل الترب من كامل كامل والكارنت والطايم لو انا عملت ديفيني الطايم مش ستاندار دي هيشتغل عند البيك اوب عند ال بوينت ناين دي بالزبط لو اعملت ستاندار انفرس يبقى يشتغل بالكاركتريستيك كارب بتاع الى ستاندار انفرس واللي بنقدر اللي جابها من تايم كاليبريشن كارب الشيت اللي معانا ده تقدر هنا ده ستاندار انفرس يبتدخل هنا عدد مرات الحقن هنحن مرتين من السيتنج يعني نعلنت سيتنج بوينت ناين فهنحن الضابل هنحن يبقى وان بوينت ايت هينه حط التيميس لغا بوينت سري فايف هيديني سري بوينت وايف تايم في الفريق سري بوينت ففتي وين لو وببتدي احط الفولتج ما لازم يكون فيه فولت طبيعي جدا ما مفيش بلو لازم يفولتش في الداريشن الاباركارات وببتدي اه اعلي الطيار واغير في الزاوية الاول عشان اختبر في الانجل لازم احط الطايم بزيرو واخلي ديفن الطايم هنا كده ديفنه واخلي الطايم ده بزيرو واخلي التوقيت فاكيرا ما فاكيرا ما يواب وبعدين بسايف. بعد. دروا قدام كليك كينين سنت. در لي. خلاص هنا. بعد. بعد كده ببتدي. طبعا بغير في تلاتة فاز لانه. انا اقدر اغير في فيزا فيزا. لو عملت. فولد اوف. اقدر غير فيزا فيزا. لكن لو ما عرفتش. سيبقى اعمل تلاتة فاز مع بعض. فانا اغير تلاتة فاز مع بعض. فاز زي تلاتة مش مشكلة. اخلي ده ازيد من الستنج شوية. عشان انا عايزة اشوف الانجل. اغير في انجل الكرانت. هو هنا اوصل على طول معي. طبعا اشيب دي من هنا كده. واركبها هنا. عشان اشوف الستار اللي هتظهر معي. هنا. استار واتظهر معي. اهي استار زهرت معي دي. هتتغير في الانجل. الانجل انا عارف ان هي بتشتغل من 200 وخمسين. زي ما الحسابات اه شفناها. مقبولة 249 مقبولة. اهي عملت استار ايه. هتفضل شغال لغاية 70. زي ما كانت عندي 70. يعني مقبولة برضو. تمام? بحبتنا نعمل بكاقب لها من بره الجوا. وكده اختبرنا لانجل. احنا بقى ندخل جوا الانجل شوية. كده. وبعدين عايزين نختبر الطيار. اهو انا حط بوينت ناين. اهو تمام. يجي عند بوينت ناين. اهو تمام يعمل تغيب. تمام? طيب. انا هنا لو خلعت الاطراف الفيتي زي ما احنا شايفين وخلص ما لاسترح لازم يشوف عشان يشوف داريكشن الاوبر كرانت ان يشوف فولت. اول ما شاف فولت اشتغل او. تمام? بس بعد كده نشوف الطايم لو الطايم زيرو. اه يعني لو انا كنت حبيت حطيه عشان اقف الحق. لو اقف ديه هنا كده. واختبار. داني 50 ميلي سيكند مقبولة كصفر. لو حطت هنا. اس اي ستاندر. وبعدتها. سنيف. انا متوقع الزمن اللي عندي ثلاثة بوينت فايف زي ما الاكسل شيت قال. الاكسل شيت قال هنا ثلاثة. اوين ثلاثة بوينت خمسة. اه هنا عشان الطايم زي ما هو. ما رفعتش الطيارة انا. المفروض الطايم دي بقى اعمله اضعف. انا حسب الاكسل شيت عندي الضابل. الضابل هولي هو وين بوينت ايت. بوينت ناين سيتنج. احنا الو وين بوينت ايت يديني تلاتة بوينت فايف. كده مصبوط. والاختبار عندنا كده يبقى كده. وينكمل بعد كده ان شاء الله. في الفقرة التانية مع ال اف سيكس سيبن ان. اللي هو كديركشن ال ارس فالت فانكشن. هنكملها ان شاء الله. بعد شوية. شكرا.